موسيقى ضربات القوات العراقية الموجع المدعومة من التحالف تجبر مقاتلي داعش على الفرار من الحويجة صحيفة بريطانية تكشف تنظيم القاعدة ينمو في سوريا مستغلا هزيمة داعش ومع تصاعد عنف جيش ميانمار الأمم المتحدة تتوقع فرار ثلاثمائة ألف من روهينغا إلى بنجلادش أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن العراقي إذ حذر مسؤول محلي في محافظة ديالة من تحول منطقة طيبيتش الحدودية مع محافظة صلاح الدين إلى مركز بديل عن الحويجة لتنظيم داعش وأشار إلى أن هناك معلومات عن تسلل ثلاثين مركبة محملة بمقاتلي داعش إليها وتؤكد مصادر أمنية وجود خلافات بين قيادات التنظيم بسبب تنامي الرغبة لدى بعضهم في تسليم الحويجة وعدم خوض معركة فاصلة مع القوات العراقية الأمنية المشتركة كونها معركة خاسرة ما إن تتحرر كل منطقة في مدينة الموصل من احتلال داعش أو وكان أخيرها تلعفر غرب المدينة حتى تبدأ مرحلة جديدة من التحديات الأمنية التي كانت تواجه القوات العراقية ألا وهي ما تسمى بالمفهوم العسكري في العراق بأنفاق التخفي التي أنشأها مقاتلو التنظيم بمسافات عميقة تحت الأرض مفدنا إلى العراق حسام الأحباب اطلع على هذه الأنفاق وعدلنا التقرير التالي ليست وحدها تلعفر غربي الموصل التي شكلت نموذجا في البحث عن مقاتلي داعش الهاربين من المعارك فما أن ينتهي تحرير كل مدينة تبدأ مهام لا تخلو من التحديات هذه التحديات تتمثل بأساليب يتخذها مقاتلو التنظيم للهروب لكن الذي اكتشفناه أن الأنفاق تحت الأرض التي اعتاد داعش حفرها لم تكن الوحيدة بل كانت هناك أنفاق من نوع آخر يتخفى فيها مسلحوه شكلت لمرات عدة خطرا على الجنود العراقيين يعني هاي الأنفاق طول بحفرها من سنة إلى سنة ونص إذا ما أكثر ولجينا حفارة كرمليس من حفرة النفق مع الكنيسة بربارة يعني النفق عظيم مو كل واحد يقدر يحفره على ألمانية الصنع ما زال الكثير مما تسمى لدى القوات العراقية بأنفاق التخفي موجودة في أطراف الموصل الشرقية فهذا النفق عثرنا عليه وقد تم إنشاؤه من قبل مقاتلي داعش ليربطهم بمبنى كنيسة مقرتاية وآخر قيد الإنشاء بطريقة مهولة حيث ضم غرفا وفتحات تهوئة إلى جانب وضع أسلاك كهربائي على الجدران داخله طبعا هنا كان يتخفى مقاتلو داعش تحت هذا النفق الذي أنشأ فيه عددا من الغرف هذه الغرف التي كان يتخفى فيها وهذه كانت مكيفة أيضا وكانت داخلها شاهدنا مجموعة من الأسلاك الكهربائية التي توصل له وأيضا كان هناك فتحات لتهوية له في هذه المنطقة أيضا المقاتلون التابعون لتنظيم داعش كانوا هنا يتخفون بهدف الهرب من الغارات الجوية والضربات التي كانت تنفذها طائرات التحالف الدولي أو سلاح الجو العراقي هذا النفق كان يؤدي إلى عدد من المناطق التي تحيط بهذه المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل هذا النفق أيضا يؤدي إلى منطقة أخرى أو يؤدي إلى مبنى آخر هو مبنى الكنيسة كنيسة قريبة من هذا المكان ومباني أخرى كان يؤدي إليها هذا النفق مقاتلون تنظيم داعش كانوا هنا يتخفون وكل شيء كان مؤجهز لهم قبل أن يتمكنوا من الهروب أو التخفي في مناطق أخرى أو قبل أن تأتيهم إعازات للخروج والتصدي للقوات العراقية المتقدمة لتحرير هذه المنطقة مقاتلون داعش عادة يستخدمون هذه الأنفاق قرب دور العبادة مستغلين عدم استهدافها خلال العمليات العسكرية حيث حفروها لسببين رئيسيين أحدهما للتخفي من الضربات الجوية والآخر لحشد مقاتليه وعقد اجتماعات لإدارة عملياتهم دواعش يستخدمون الأنفاق بس من تجي الطائرات التحالف تقصف المنطقة التي يشكون بها تجيهم معلومات سخبارية بأنه الدواعش موجودين في المواضيع ولهذا كانوا يتخفون بالخنادق التي يحفروها وبالكنائس ودور العبادة الأنفاق التي أنشأها مقاتلون داعش خلال عمليات الموصل شكلت تحديا أمام القوات العراقية في مراحل ما بعد معارك التحرير فلا يمكن تطهيرها قبل تأمين المناطق التي تربطها حيث يتم الشروع بتدقيقها وتنظيفها من المتفجرات التي استخدمها التنظيم في عملية تفخيخ هذه الأنفاق قالت صحيفة The Independent البريطانية أن تنظيم القاعدة يخلق أقوى معقله في شمال غرب سوريا في الوقت الذي يركز فيه اهتمام العالم بشكل كامل تقريبا على الهزيمة الوشيكة لتنظيم داعش في شرق البلاد وسيطر تنظيم القاعدة بالكامل على محافظة إدلب والمعبر الحدودي الحيوي بين سوريا وتركيا منذ شهر يوليو تموز الماضي وفي هذا السياق قال المبعوث الأمريكي البارز إلى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماغوريك قال إن محافظة إدلب تعد أكبر ملاذ آمن لتنظيم القاعدة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001 أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن إعدام العسكرين المختطفين لدى داعش نفذه ما يسمى بأمير داعش الشرعي في الرقاء الملقب أبو بلقيس قبل عامين وحدد لبنان هويات جنوده القتلى الذين عثر على جثثهم في منطقة قرب الحدود السورية بعد تحريرها من تنظيم داعش الأسبوع الماضي وقالت مصادر أمنية إن اختبارات الحمض النووي أكدت أن الجثث هي جثث الجنود المفقودين اتهم الكاتب جوزيف ظهر حزب الله بلاعب دور سلبي في إبقاء النظام السوري وتكريس الصراع الطائفي ظهر الذي التقاه الزميل هاني الملاذي على هامش محاضرة الله في باريس رأى أنه لا يمكن الخلاص من المجموعات الإرهابية من خلال عمل عسكري فقط بل عبر التخلص من أسباب وجودها في الاستبداد والفقر وغياب الديمقراطية اليوم بباريس حكينا الأسباب الرئيسية عن السورات العربية من بدايتها يعني 2010-2011 مثلا مجال الديمقراطي غياب الديمقراطية بدول عربية والغياب كمان العدلة اجتماعية وغياب بشكل عام تقرير مصير الشعوب المنطقة وأنا حكيت كمان موضوع الثورة السورية وتتورتها بأخي خمسة ست السنوات يعني وببداية حال الحركة الشعبية والمجموعات السياسية وديمقراطية والتنسيقيات والمجالس المحلية كيف كانت تمثل عن جد التموهات الديمقراطية والوحدة الوطنية بالسورية ولكن بعدين أولا قمع المخابرات والميليشيات النظام ضد الحركة الشعبية ساعدت كثير لصعود مجموعات إسلامية ولا ننسى أيضا الدور النظام السوري لإفلاج متاقلين من خلفية إسلامية كل القيادات التيارات إسلامية جهادية أو سلافية كانت بسجناء النظام بداية السورة أعتقد أن حزب الله وغير مجموعات وصولية إسلامية شيعية التي سندت النظام من الأخير 2011 وبداية 2012 لعبت دور كثير سلبي وساعدت كمان على السراء الطائفة بين السنة والشيعة بالسورية وهنا لعبوا دور أساسي بالبقاء النظام الأسدي بالسورية للأسف إذا بقى الأنزمة استبدادية بالمنطقة فيه للأسف دور للمجموعات إرهابية لأن المجموعات إرهابية يعني أصول الأنزمة استبدادية والفقر والغياب الديمقراطية بشكل عام مش بس ما من الخلاص من المجموعات إرهابية بس بعمل عسكري لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد فوز محمد بشير العياط الذي كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية إبان احتلاله لمدينة سرط الليبية والذي التقاه مراسلنا في أحد السجون في مدينة مصراتة كشف أن جميع المناصب الإدارية بالتنظيم قد أسندت إلى أشخاص أتوا من خارج ليبيا وكد أن تجربة التنظيم في سوريا والعراق نقلت حرفيا إلى ليبيا العياط قال لأخبار الآن إنه نادم على انضمامه لداعش نتابع إيه لو ما انضميت كنت حياتي طبيعي كيف ما كنت عايش قبل لتغير أني انضميت للتنظيم فلما انضميت للتنظيم حصلت الأمور التنظيم دخل في أمور ودخل في حروب وعدوات وقتال واستعد الناس يعني فحصل أنه كيف ما هو استعد الناس الناس استعدوه يعني وحصلت عليه الحملة وحصل اللي حصل يعني وخاصة بعض نتائج الحرب اللي حصلت شوفها أنت مات كثير من الناس وهدمت بيوت وحصل خراب كثير يعني فهذا الأمر يعني هو اللي يجعني مفكة تقول خلاني نادم على الأمر يعني ان المسألة أدت لي فساد كبير يعني أدت لي مفسدة كبيرة وموت ناس كثيرين تهدم مباني بيوت حرق ممتلكات يعني وكلها لغرض مش ممكن يتحقق بالطريقة هذه مسألة تحكيم الشريعة ما تتحققش بالطريقة هذه يعني تجربة أثبتتنا يعني سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في غانستان مسألة انك تفرض تطبيق الشريعة بالقوة ما هيش مسألة ناجحة يعني ما هيش مسألة صحيحة ما كانش يفرض الأمر بالطريقة هذه يعني فهذا الأمر يعني دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى تجميد ممتلكات زعيم كوريا الشمالية ردا على تجربة نووية السادسة لبيونج يانج وتسعى واشنطن في مجلس الأمن إلى فرض عقوبات صارمة على نظام كوريا الشمالية ومنها تجميد ممتلكات جونج أون إلى جانب فرض حضر النفطي على بيونج يانج نبقى في كوريا الشمالية حيث تسببت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي بانهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها كما تظهر الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6 درجات و13 درجة بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي تقرير الزميلة قنبلة كوريا الشمالية الهيدروجينية الأخيرة التي شغلت العالم وأثارت القلق بعد أن أحدثت زلزالا قويا سجل 6 درجات و13 درجة على الأراضي الشمالية ها هي أثارها تطفو على السطح فقد كشفت الأقمار الصناعية عن انهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية هزة أرضية بقوة 4 درجات و16 درجة بعد الزلزال بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي انفجار كهذا أثار المخاوف من انتشار المواد المشعة في الأجواء غير أن الوكالة الكورية الجنوبية للأمن النووي أشارت إلى أنها لم تسجل أي تأثار لمواد المشعة في عينات الهواء والأرض والماء التي أخذتها بعد التجربة ونشر موقع نورث 38 التابع لجامعة جونز هوبكينز بواشنطن صوراً التقطتها أقمار صناعية الاثنين تظهر تغيرات على سطح الأرض في منطقة بونغيري الموقع الرئيسي للتجارب النووية الكورية الشمالية إذ تطايرت قطع من الأرض في الهواء وجرت الانزلاقات الأرضية مواد غير محددة إلى الأنهر وكتب الخبراء في موقع نورث 38 أن الاضطرابات التي أحدثتها التجربة النووية الأخيرة أكثر وأوسع من تلك الناتجة عن تجارب نووية الكورية الشمالية الخمس السابقة وقدرت سي أول قوة الانفجار بـ 50 كيلو طن فيما أشار الباحثون الأمريكيون إلى أن قوة الانفجار بلغت 100 كيلو طن أو أكثر وقدرت اليابان من جهتها أن قوة القنبلة بلغت 120 كيلو طن أي أكبر بثمانية أضعف قوة القنبلة الأمريكية التي دمرت هيروشيما عام 1945 والبالغة 15 كيلو طن إلى ذلك أعلنت كوريا الجنوبية نشر أربعة أنظمة ثاد للدفاع الصاروخي في القاعدة الأمريكية في كوريا الجنوبية على خلفية تجارب الكورة الشمالية النووية الأخيرة أفد مسؤول في برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن ما يصل إلى 300 ألف مسلم من الروهينغا قد يفرون من العنف في شمال غرب ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة محضرة من نقص في التمويل لإمدادات الغذاء الطارئة للاجئين وتشير تقديرات أصدرها عمال إغاثة تابعون للأمم المتحدة في منطقة حدودية في بنجلاديش إلى أن عدد الفارين الذين وصلوا منذ أحدث موجة من إراقة الدماء التي بدأت قبل ما يقرب من الأسبوعين بلغ 146 ألف شخص ضرب إعصار إرما جزيرتين فرنسيتين في منطقة الكاريبي ما أسفر عن سقوط قتلين وإصابة شخصين آخرين بجروح وقالت الحكومة إنها ستعلن خطة طوارئ لكن من الضروري تقييم الأضرار لأن السلطات في هذه المرحلة عاجزة عن الوصول للأماكن الأشد تضررا كشف تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الغالبية العظمى من الشباب في العالم على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة عمل أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية تقرير الزميلة ألفا الجامي يبدو أن شباب العالم لا يجدون في أوطانهم ملاذا لهم لتحقيق طموحاتهم المهنية وهم مستعدون للهجرة من أجل مستوى وظيفي أفضل هذا ما كشف عنه تقرير جديد صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أوضح أن الغالبية العظمى من الشباب في العالم أي ما يمثل 81% على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية الولايات المتحدة الأمريكية وفق التقرير تمثل الوجهة المفضلة لدى شباب العالم حيث تصدرت للعام الثالث على التوالي خيار الشبان الباحثين عن التقدم في حياتهم المهنية في الخارج تليها كندا ثم المملكة المتحدة فألمانيا ثم أستراليا في المقابل كشف التقرير أن كافة أفراد جيل الألفية ليسوا على استعداد للانتقال بحثا عن وظيفة فعلى الرغم من أن غالبية الإجابات جاءت بالموافقة على التحرك عبر الحدود فإن أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا على استعداد للانتقال وهي النسبة الأعلى على الإطلاق كما أن ما يزيد عن خمس جيل الألفية بقليل من منطقة أمريكا الشمالية أشاروا أيضا بأنهم ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثا عن وظيفة أو لتقدم في حياتهم المهنية اختار الشباب تغير المناخ وتدمير الطبيعة كأخطر قضية عالمية وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا الموضوع المشاكل العالمية بالنسبة لهم أما جديد هذا العام فهو أن 91% من المشاركين في الدراسة يوافقون أو يوافقون بشدة على إثبات العلم بأن البشر هم المسؤولون عن تغير المناخ ويرى 79% من الشباب أن التكنولوجيا لا تدمر الوظائف وإنما تخلق فرص عمل فيما يعتقد غالبية المشاركين أن الذكاء الصناعي هو الاتجاه المقبل الأكبر في عالم التكنولوجيا ويعتقد ما نسبته 56% من جيل الألفية بأنه يتم تجاهل آراء الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بلدانهم نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير دراسة تحذر تنظيف الرجل البيت يزيد من خطر موته أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها زوج ملكة الدنمارك مصاب بمرض خطير جاء في تفاصيل الخبر يعاني الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك من الخرف بحسب ما أعلن القصر الملكي وشرى بيان إلى أن الإصابة المشخصة تؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية بدون توضيح نوع الخرف الذي أصيب به الأمير علما أن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا من صحيفة الخليج اخترنا لكم مشاهدين سيارات أجرى لنقل الحيوانات الأليفة أطلقت في الأوينة الأخيرة خدمة جديدة للسيارات الأجرى في لبنان مخصصة لنقل الحيوانات الأليفة فقط بتمويل مجموعة من محبي الحيوانات وقال أحد المؤسسين أن الزبائن أحب الخدمة الجديدة لأنها تريح أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يعملون طوال النهار مضيفا أن مشروعه يراعي معايير السلامة في نقل الحيوانات الأليفة كما يتم تنظيف السيارة بعناية بعد كل رحلة واخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط تايلندية تهرب بالمهر بعد وعدها لعشرة رجال بالزواج بعد وعدهم بالزواج تقدم عشرة رجال في تايلند بشكوا إلى الشرطة المحلية زعموا فيها أنهم تعرضوا للخداع من جانب امرأة تايلندية اختفت بعد حصولها على مهور منهم واتهم جميع الرجال المرأة بالحصول على مبلغ يتراوح بين 6 ألاف إلى 15 ألف دولار من كل منهم بعد إقامة حفلات زفاف ومن صحيفة القباس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ستيني يتقاعد بعدما تسلق أعلى قمم العالم جزف شخص إسباني على مدى أكثر من 30 عاما بحياته لقهر أعلى القمم في العالم في هملايا وغيره من الجبال لرغبته في الارتقاء إلى مصاف كبار المتسلقين العالميين وأصبح الإسباني بذلك أكبر متسلق الجبال سنا ويتربى على القمم الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها على 8 ألاف متر من دون الاستعانة بالأكسجين ومشاهدين ختاما من صحيفة النهار اللبنانية أميرة تتزود شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان إن حفيدة الإمبراطور الكبرى ستتزوج زميلها في الدراسة ما يزيد من انكماش الأسرة الملكية لكونها ستصبح من العامة بعد الزواج وتأتي خطوبة الأميرة من زميلها بعدما صادق المشرعون في شهر حزيران يونيو الماضي على مشروع قانون يسمح للإمبراطور بالتنحي وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ عام 1817 نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا مجموعة نصائح في كيفية العناية الشخصية من استشارية الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة جوا مراد التفاصيل مع المختصة في الملف السحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله دكتورة التوعية بالنظافة الشخصية هذا أمر جدا مهم لازم سواء على الذكر أو الأنثى أنهم يهتمون فيه وبالذات فيه حتى من بداية المراحل اللي هما الصغير كيف يكون التوعية بالنظافة الشخصية بالذات إنه أمر يجهله الكثير من الأشخاص وممكن يرتكبوا فيه أخطاء قد لا يدركوا سؤال جدا وجيه ومهم في هذه المنطقة خاصة من منطقتنا حارة شو توصيف يعني بالأحرى إحنا ما عدنا شتاء واضح كلها الصيف والصيف جدا حار وهذول البنات الصغار والأولاد الصغار هما لا يزالون أطفال وإن كبرت أجسادهم بس تصرفاتهم وعقولهم وعواطفهم بعثها فيها الشيء كثير من الطفولة فتشوفيهم هما يعني ما مهتمين هل قد بالنظافة مثل يصير ريحة تحت الإبارة ما يفتهموها ما يعرفوها أصلا هالريحة شنو وليش طالعة إلا لازم الأم تنبههم إنه تحرص إنه كلهم يأخذون شاور يوميا يوميا يأخذون شاور تعلمهم بالمزيلة الروائح تحت الإبار تعلمهم كيف يستعملون وأحسن الأنواع هي السبري أحسن من السوائل لأنه هنانا منطقة حارة فالسوائل تكون شوية لزجة ومو مريحة مثل دراي سبريز يعني سبريز يعني سبري يكون ناشف بعدين لازم الملابس الداخلية تحرص عليهم تكون كلتا قطن مية بالمية تقراهم قبل ما تشتريهم لأن البناتب هالمرحلة يبدون يعجبهم يلبسون ملابس داخلية ملونة وكلها نايلون وكلها دانتين فهذه بالحقيقة جدا مضرة بالصحة الطفلة اللي ده تكبر ده تصير أنثى لازم تلبس ملابس قطن مية بالمية بعيدة عن النايلون وهذه الملابس لازم تنغسل تنكوي وتبدل تتبدل يوميا بعدين لما نجيهم الدورة الشهرية يحيرون بيها ما يعرفون شون يتصرفون همنا الأوم لازم تتدخل وتشتريهم الكوتكس وتحاول تشتريهم الأنواع اللي ما موجود فيها نايلون أو ما مغلفة من ورا بالنايلون ويلبسون ملابس قطن ويبدلون بكثرة ويغسلون بالماء طبعا الغسل للمنطقة الحساسة يكون بالماء الخالي فقط مع أي صابون بسيط المطاهرات والمعاقمات جدا جدا مضرة لأنه تقتل البكترية الصديقة في المنطقة والبكترية المرضية تتشجع لأنه سبحان الله هي المنطقة التناسلية محاطة بالمبولة والشرج مصدر الجراثيم فإذا نستعمل المطاهرات قوية وحتى الخفيفة منها راح نقتل الجراثيم الصديقة اللي موجودة هناك بصورة طبيعية تساعد على الدفاع على قوي المناعة منطقة التناسلية ضد الأمراض والبكترية العادية فلازم يستعملون مي وصابون مرة واحدة في اليوم الصابون ممكن خمس دقائق بعد التبول والبراز لازم يخسرون بمي خالي بدون صابون مي خالي نظيف وينشفون ويعتبرون هذه المنطقة دائما ناشفة ونظيفة والشاور اليومي ضروري وتبديل الملابس الداخلية ضرورية جدا وتكون لازم من نوع القطن قالت دراسة حديثة إن القهوة قد تكون لها آثار مفيدة في إطالة العمرة وبحسب ما ذكره الباحثون فإن النتائج التي تم التواصل إليها تشير إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية خطيرة وقد تم تقديم تلك النتائج في الجمعية الأوروبية لجمعية القلب في برشلونة بحسب ما أوردت عدة مواقع طبية خلصت دراسة أجرتها جامعة بروكسل إلي أن الرجال العاملين في التنظيف سواء في منازل خاصة أو في شركات صناعية يعانون من خطر الوفاة أكثر من النساء العاملات في ذات المجال وجدت الدراسة أن الرجال العاملين في التنظيف يزداد لديهم خطر الوفاة بنسبة 65% ثم سさعد Für برجال العاملين في المكاتب فيما يزداد خطر الوفاة لدى النساء العاملات في مجال التنظيف بمقدار 16% فقط وفي خبرنا الأخير كشف صانع حلوى سويسري النقاب عن نوع جديد من الشوكولاتة تحمل اسم روبي ولها لون وردي وتعض رابع أنواع الشوكولاتة العالمية بعد 80 عاما من إطلاق آخر نوع وقال صانع الحلوى إن منتجه يستهدف تلبية حاجة جديدة من احتياجات الجيل الجديد وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين ضربات القوات العراقية الموجع المدعومة من التحالف تجبر مقاتلي داعش على الفرار من الحويجة صحيفة بريطانية تكشف تنظيم القاعدة ينمو في سوريا مستغلا هزيمة داعش ومع تصاعد عنف جيش ميانمار الأمم المتحدة تتوقع فرار 300 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد قد من نصف ساعة في مجازد الأنباء كونوا معنا